فوجئنا بحملة من بعض ما لا يشجع النادي الاهلي عايزين أو بيحاولوا يفقدوا ثقة النادي الاهلي في نفسه ولكن جاء الرد سريعا وقويا جدا في مباراة مبارح أمامه فوق سطيف أربعة سفر والنادي الاهلي واحدة من أحلى المباراة للعبة النادي الاهلي مبارح أدي برسي تاو اللي كانوا بيشتموا فيه بالمناسبة برضو بعض الناس بتقول لي احنا اسلام برضو انت بدفع عن موسيماني كتير وبتدفع عن برسي تاو كتير يا جماعة أنا واحد من الناس المقتنع جدا ببيتسو موسيماني ومقتنع جدا ببيرسي تاو أنا بشوف كده أنا بشوف ان موسيماني واحد من المديرين عنده أخطاء يا نهراب يد عنده عنده طبعا أخطاء ونقدر نتكلم مع حضراتكم انه بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا غلط وبيغير وبيخلي بيرسي تاو وهو وحش وبيخلي وبيلعب شريف وما بيلعبش أفشا وبيلعب مش عالق ونقدر نتكلم رايح جاي ولكن وانا لما جفتح كتاب التاريخ كده هقول اصلا بيتسو موسماني كان مدرب وحش بس خد اتنين افريقيا وفي طريق ووصل او بيضع قدم في المباراة النهائية في البطولة التالتة حد حيصدقني؟ هيقولوا علي مجنون على طول لو انا قلت لحد كده لو قلت لهم يا جماعة تخيل حضرتك بعد 20 سنة ولا 30 سنة وفتحت كتاب التاريخ كده وقال لك البطولة التامنة او التاسعة والعشرة والحداشر ان شاء الله تكون الحداشر بيتسو موسماني كسب التلت بطولات دول بس هو مدرب ابيض ما عندوش فكرة كان محظوظ زي ما بيحاول البعض ان يهيئ الكلام ده على السوشال ميديا هتقول له ايه؟ اول ما هتقول كده اقول لك عم بقول لك ايه سيبك من قوله حاضر قوله حاضر لما حد يجي يقول لك كده يقول لك بيحاول ان هو يهز سقة جمهور النادي الاهلي في مدربه وفي لعبيه قوله ماشي قوله حاضر وصلوا انتو بس خلي حد من اللي بيتكلم دول يوصلوا لنصف ما وصل اليه النادي الاهلي مش هقول ربع هقول له نصف ما وصل اليه النادي الاهلي مش هتعرف مش هتعرف لانه الفارق كبير جدا انا قلتها بل كده وحقولها تاني انا لو قفلت النادي الاهلي عشر سنين عشر سنين انا بتكلم بجد اقفل وقعد حسابها كده بالورقة والقلم لو قفلت النادي الاهلي عشر سنين قدام النادي الاهلي حيفضل البطل وبفرق كبير جدا عن اي حد بعده مش عن اي حد بعده فاحنا ثقاتنا كبيرة جدا في لعبتنا ثقاتنا كبيرة جدا في مديرنا الفني حنفضل وقفين ورا مديرنا الفني وورا لعبتنا لغاية اخر ثانية عشان ناخد الدوري رقم 43 عشان ناخد الدوري تاني وعشان ناخد البطولة الافريقية تاني وعشان بعد ما البطولة الافريقية تنتهي والدوري ينتهي نلعب عليهم وناخدهم تاني هو ده النادي الاهلي شكرا